مرحبا حبايبي أصحاب برج الجوزة شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة طاقة ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا وممكن تمتد للشهر كله لأنو احنا نقرأ طاقة فلا تحددون طاقة بوقت ممكن الأحداث تمتدوا إياكم قبل ما نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا شنتم ما مشتركين وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وكتبوا لي شون القراءات الجاية اللي حابين نسويها أو الفيديوهات سواء كان اختر كرت أو اختر حرف كتبوا لي بالتعليقات أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتو طلبتوها من أكثر من الشخص وراح أسوي لكم الفيديو اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزة نقرأ الصعيد العاطفي الصعيد العملي الصعيد الصحي والصعيد العائلي يعني ممكن نقول حالة نقول الشهر بصورة عامة لك لأن القراءة سبعدنا بداية الشهر فممكن تكون نظرة نلقيها على أخبار الشهر كلها بداية برج الجوزة طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتة انتباهي بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزة عندهم نوع من عدم ثقة بالنفس أكو شيء أو رحيل مفاجئ فقدان مريت به أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان أو من علاقة العلاقة أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما أحشى الطاقة العامة بس بصورة عامة أكو شيء لفتة انتباهي فحبيت أنه أقولها قبل ما أبلش بقراءة الطاقة العامة الموجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزة أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس أكو اتزاز بالثقة عتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يؤثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله أو مظهره بصورة عامة كله هو مقتنع به بيحاول أنه يغير من نفسه التغيير طبعا إيجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص أشوف ممكن أنه أكو كلمة حجاهة وهي الكلمة هي اللي خليتكم أنه تفقدون ثقتكم من نفسكم وتنقلبون رأسا على عاقب مع أنه برج الجوزاء مو من سهولة أنه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثر بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلا برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما يقول شبه معدومة وإنما مهزوذة فهو دا يحاول أنه يجمل نفسه في سبيل أنه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابة بحياته الأحسن لا وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إليه هذا الشي غلط يعني ركزت على هذا الشي بالبداية قبل ما أقرأ لأنه بصراحة الورقة هواي شدتني يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قللك كلمة أثر عليك كذا أكو شخص قللك مثلا أنت محلو أو أنه أكو أوه شن هذا العيب اللي يبيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قللك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت أساسا يعني متجدد دائما وجميل فإذا أكو أحد قللك هيتش كلمة أو ممكن تكون الطاقة بعدها يعني هس ما متحققها ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحكو ياك هاي الكلمة فإذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك أو ما تصرف هذا التصرف انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلت ثقة بنفسك انت العيب مو بيك انت ما بك عيب ومو شرط هذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا شي كلش ضروري لان راح يأثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي مأثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيكم اياها بالتفصيل من نصل للوضع العاطفي هسا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وان خلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اوني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية شخص تحس انه هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته لان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن الحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي ويشكك بمحله راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه هنا 7 of swords مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد اتدور وراك الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوي عندها عواطف مكبوتة اتجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور ورا لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخصه من الماضي وطالع من حياتك سالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحشو ياكر فترة جاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او ده تعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت به او ده تمر به حاليا فلها سبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت ده تحاول تدافع عن نفسك بتحمي مشاعرك ومت انت فرصة انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت قريدي طالع من انفصال مؤلم اكون انفصال مؤلم وحاليا انت بطاقة الشفاء ده تحاول انه تستجمع نفسك واذا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت تتحارب هوايا تطريت تتواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقة لانه اشوف اكو طرف صادث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فالهسبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بك الاشياء اللي صارت قبل فالهسبب انت ده تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك بكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخد خطوة جديدة انا شوف فترة اخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هس انا فصلنا الوضع لاتفي قبل منافتي الاملي خلونا نتقل للصعيد العملي الصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير كنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان واعدك بيه وكنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لينه قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءة فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عملية شانت تتحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعض الظروف والحظر والمعرفش اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده يثر على نفسيتك هوية وديثر على بيتك على مصاريفك فده اشوف عندك تفكير كلش شبير بالعائلة والبعض من عندكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هوي قاعد تفكر هوي تريد ان هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ولا تأجيلات تأجيلات فاذا تشنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشنت ايضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة احباط موضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت مقاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عند طاقة بيته هنا انا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال ست اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار منزل خلال ست اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال ست اسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من الام بالاقدام ومأثرة عليه هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منك بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انو اتحافظين او ديرين بالت على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انو اما انتي كنت تحامل وهذا على الاغلب انو اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينضيك اشارة انو خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتش شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حملت جديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريدها من عندك يعني ان شاء الله ما خير لا تخافون بس حاول انو تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانو هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلافوية احدة من العائلة كأن يكون اخ او اخوت على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبينه كلام او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخي يعني شخص من العائلة ما اخذ منك حق او انو هو حاج عليك شي ضلم المهم قاعد اشوف انو اليك حق يوم شخص من العائلة وانت نوعا ما مأيس انو هذا شخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انو هو يجي اي صالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ما اخذه من عندك ولكن هذا شخص اشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن ان تخص او نقول اوضاع مادية كورث يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حتى نهوي حنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل ثام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين داي حاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد اكو هواي اشخاص خاصة بالتواصل داي حاولون يتواصلون وياك داي حاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ستة أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وأنت وردي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت أشوف البعض من برد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون أنه يرحون منح الاستقرار منح الزواج أنه هو ميريد بعد يبقى صنبول ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو ديريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الأغلب انت عارف وهنا أنا عندي أوراقة أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مأثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات يعني شخص سلبي إنسان سيء رغم أنه أشوف هذا الشيء ما متناسب ويعمره وممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالع يمي طالع يمي طاقة الكوين طاقة تين وفون فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيك طاقة أكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى أنت تقول أوه هذا الشخص قاعد يحكي ويايا وهو هيتش هو هيتش شايفني أو أنه يقنعك أنه أنت بيك خطأ يقنعك أنه أنت مثلا ما تستحق أنه واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الإنسان النرجسي وأساسا هنا إذا شوفوا أنه العلاقة ما رأيتكم علاقة بها كارما فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم أكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج أو تركك وراح الزواج فأنت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد أشوفه أنه العلاقة اللي بناتكم القدر توقف عند عمها فحتى هذا الشخص إذا رجع مرة ثانية لأنه أنا يشوف أنه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حد شدتوا فترة راح ترجعون تفتربون لأنه القدر توقف أنه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلاص انتهت بس أنتو اللي قاعد تحاولون أنه تمشيوها هنانا ودتقنعون نفسكم أنه ما كوش ينتهي هو إذا يشوف أنه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن أنت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل أساساً موجود وبعدها راح يحاول يجي يحكي ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعرف أنه أنت عاطفي وهو مأثر عليك أساساً وموصلك الطاقة أنه أنت ما تقدر تبدو يا شخص غيره أنه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يم عبرك مثل ما نقول مع أنه أنت قيمتك أكبر بس هو دا يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيليو بقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يظلل عليك ويرجعك إليه فهذا الشخص اللي نرجع يسيلي موجود اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة أنا يقول أنه التركة وأنت متردد أنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة وأني أساسا قاعد أشوف أنه أنت من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فأتروح وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني استعادت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك أولا حب نفسك حتى الناس بتحبك أهم حب هو حب النفس فما أقولك تصير أناني مغرور بس يعني حب نفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لأننا كلنا طاقة فأنت هسا طاقة لذا تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتشي فريسة هي طاقة راح تسحبه ما راح يجي هذا الشخص إليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصر بك نفس الشيء اللي يصار وياك ويا هذا الشخص على مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون لبحالة نفسية أسوأ من قبلها فأول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي أشياء عزيز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لأنه واني أشوف هو منتظر وامراقب حاليا احتمال يتواصل إليك عن قريب ففي حال تواصل إليك هذا الشخص اللي أشوفه أنه تقطع فورا لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما ننهي القراءة خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عندنا هنا برج الثور برج الأسد برج السرطان برج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزة إن شاء الله القراءة الجاية يشوفكمه بوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم إياه بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما خذها عن نفسك ما راح تدل الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك أولا وبعدين تذكر بالناس أنه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجبها أهم شيء قناعتك أنت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزة سووا للاك إذا عزبتكم القراءة